تسألت النائبة الفائزة في الانتخابات فيان دخيل عن جد وقرار رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لعمار سنجار بمبلغ 28 مليار دينار في ظل وجود أضراف وفصائل مسلحة عراقية وأخرى قادمة من خارج الحدود تفرض إرادتها ميدانيا على إرادة الحكومة العراقية الاتحادية مبينة أن الوضع الأمني غير المستقر بسبب تلك المجاميع المسلحة لا يشجع بتاتا على عودة النازحين من أهل سنجار فلا يمكن أمار منطقة تواجهها عدد تحديات أمنية بسبب استلاح الملفلت وأكد الدخيل أن تطبيق اتفاقية سنجار الموقع بين حكومتي بغداد وأربيل والاتحادية بدعم دولي يجب أن تسبق أعمار قضاء سنجار ومن ثم تطبيق العدالة الانتقالية